بسم الله الرحمن الرحيم في لحظة أدرك المطبخ قائلا جديدتي يا جديدتي ضعي هذه الثمار في التنور لتنضج بسرعة فكم أنا مشتاق إلى أكلها فقالت الجدة مبتسمة لا يا بني لكل شيء أوانه إذن لدينا الشجيرة كلمات يعني وأسمها مسطرة شجيرة شجيرة إذن ثميرة تمفردها ثميرة جديدة إذن جديدة كذلك نفس الشيء ويا بني إذن وضعنا هذه كلمات في جدول هذا الجدول إذن فيه واد للمشتق وواد لوزنه وواد لأصله شجيرة إذن وزنها فعيلة وأصل الكلمة شجرة يعني شجرة هي كبيرة يعني وشجيرة هو يعني ربما اسم يطلق على الشجرة الصغيرة ثميرة فعيلة وإذن الثميرة هي ربما تصغير لثمرة جديدة على وزن فعيلة وأصلها جدة وبني على وزن فعيل وأصل الكلمة ابني وهنا وقع تصغير كلمة ابني شجيرة ثميرة جديدة بني إذن هذه الكلمات كما نرى صياغ صرفية تفيد التصغير نمر إلى إذن أمثلة أخرى إذن تحمي أم الدجاج فراخها الدجاج يعني تحمي فراخها فراخها اسم يدل على التصغير معجميا إذن مفرد وفراخ مفرد وفرخ وهو إذن ابن الدجاج هذا يعني الصغير تبع العجل البقرة تبع العجل البقرة العجل إذن هو ابن البقرة وإذن العجل نستطيع أن نقول أنه بقرة صغيرة فهو إذن اسم يدل على التصغير إذن اسم يدل على التصغير معجميا بطبيعة الحال فكل من يسمع كلمة عجل يعرف أنه صغير البقرة وكل من يسمع كلمة إذن فراخ يعرف أنها صغار الدجاج معجميا حول البيت حديقة صغيرة حول البيت حديقة هذه الحديقة إذن نعتها بأنها صغيرة ليدل على أنها ليست حديقة كبيرة غرس أبي شجيرة لوز يعني أنه أتى بفسيلة أو بشجرة صغيرة إذن ليغرسها في حديقة البيت فهي صغيرة إذن وعندما تكبر لا نقول شجيرة وإنما تصبح شجرة فشجيرة على وزن فعيلة وهي إذن صيرة تدل على التصغير صيرة إذن تدل على التصغير هنا لأبي علي شويهات وبيت من طوب شويهات مفردها إذن شويها وهي صيرة تدل على التصغير شرب الفتاة فنيجين قهوة فعي عيل سيرة كذلك تدل على التصغير سيرة تدل على التصغير ولذلك نقول إذن أن التصغير يتم أو التعبير عن التصغير يتم إما معجميا كما قلنا إذن فراخ وعجل وما إلى ذلك وجروا ابن الكلابي وما إلى ذلك أو تركيبيا عن طريق استعمال مركب النعتي حديقة صغيرة طفل صغير رجل صغير إلى آخره أو اشتقاقيا عن طريق استعمال إذن هذه اسم ما يسمى إذن بالتصغير وهذا التصغير إذن كيف يتم باستعمال الأوزان التالية فعيل إذا كان الإسم ذا ثلاثة أحرف فعي عيل إذا كان الإسم ذا أربعة أحرف وفعي عيل فعي عيل إذن إذا كان الإسم إذن يتكون من أربعة أحرف هكذا يكون إذن التصغير كما قلنا إما معجميا وهذا يعني يعرفه الجميع وإما تركيبيا باستعمال النعت خاصة وإما اشتقاقيا عن طريق أوزان معينة ثلاثة أوزان هي فعيل للإسم الذي يتكون من ثلاثة أحرف فعي عيل لإسم الذي يتكون من أربعة أحرف وفعي عيل للإسم الذي يتكون من أربعة أحرف إذن نوصل مع الجمل التالية لنتبين معاني التصغير لماذا نستعمل التصغير تصغير له معاني يعني لا يستعمل هكذا بدون معاني وبدون غاية ما هكذا تأخذ اللقمة يا بني بني إذن فعيل وهذا الكلام إذن وجهه أبو طه عسين عندما أقدم طه عسين إذن على أخذ اللقمة بكلتا يديه قال له ما هكذا تأخذ اللقمة يا بني وإذن هذا الكلام عندما شرحنا هذا النص إذن قلنا بأن بأنه يدل هذا التصغير هنا سعمل تصغيره للتودد والعطف للتودد والعطف لأن الأبا قد يعني هاله وتألم إذن لما وقع من ابنه ثم يتكون الدم من كريات حمراء كريات مفردها كرية يعني فعيلة فعيلة كرية فعيلة وهنا الغاية هي التصغير فقط في القلب بطيناني وأذنياني وأذنياني وهنا التصغير كذلك الغاية إذن هي التصغير كان للمأموني جويرية من أحسن الناس وهذا تصغير لجارية وهنا للاستحسان لأن الجارية ربما كانت يعني جميلة ربما كانت يعني تحسن والطبخة وما إلى ذلك يا بني لا تشرك بالله بني دائما العطف والتودد مات عصيفيري أمس هذا يقولها الإنسان المتحسر عصيفيري مات عصيفيري أمس فعي عيل إذن مات عصيفيري أمس إذن فعي عيل كما قلنا إذن هنا فعي عيل فعي عيل لم تصني من صديقي إلا كتيبات كتيبات كتيب هنا الغاية هي التقليل من العدد فالحديقة العمومية نمير يعني نمر صغير تقليل من الحجم توّج الفائز أو توّج الفائز توّج إذن الفائز عقب عقب إذن عقب المسابقة يعني مباشرة بعد المسابقة تقريب الزمان هنا الغاية هي تقريب المعنى الذي أفاد التصغير هنا هو تقريب الزمان جالست قريبة قريبة المدفأة على وزن فعيل إذن وهنا الغاية هي يعني أو المعنى الذي أفاد التصغير هنا هو تقريب المكان إذن أصل إلى القاعدة الآن تفيد سيرة التصغير معاني تتحدد بمعنى الإسم المصغر منه وبعلاقة المتكلم بالشيء بالشيء الذي استعمل فيه التصغير استعمل فيه التصغير فتدل على التصغير في الجملة الثانية والثالثة إذن هنا الجملة السابقة يعني الجملة الثانية والثالثة وهي إذن يتكون الدم من كريات حمراء أو في القلب إذن بطينان وأذينان تقليل من عدد الشيء أو حجمه جملة السابعة والثامنة إذن في الجمل السابقة وتقريب الزمان أو المكان في الجملة التاسعة والعاشرة كما رأينا هنا توج الفائز إذن عقيب المسابقة أو جلست قريب المدفأة والمعاني الموالية إذن هي العطف والتودد كما رأينا هنا إذن العطف والتودد كما في قوله يا بني الحسرة كما رأينا إذن في الجملة عصيفير والتحقير عندما نقول لشخص يدعي أنه شاعر نقول له لست إلا شويعرا لست إلا شويعرا فهذا فيها نوع من التحقير نمر الآن للتطبيقات كيف وقع التعبير عن التصغير فيما يلي طبعا التعبير عن التصغير يكون معجميا وتركيبيا واشتقاقيا ننظر هنا إذن في هذه الجمل وطئ الفيل وعش القبرة وهشم بيضها وقتل فراخها فراخها إذن هنا كما تعلمون هنا يعني تصغير معجمي جملة الموالي استخدم الصبي المكنسة الصغيرة أو قبل الفتاة إذن طاف الفتاة قبلها إذن طاف الفتاة بالجنينة الوزن فعيلة تصغير إذن من كلمة جنة يعني حديقة استخدم الصبي المكنسة الصغيرة المكنسة الصغيرة هنا استعمل إذن المركب النعتي لي قطيت لي قطيت لي قطيت لا يفارقني هنا إذن كما نرى إذن اشتقاقيا هنا ثم هذا الشبل من ذاك الأسد شبل إذن هو ابن الأسد ندينا إذن هذا الجدل أمامنا الآن إذن فيه هذه الأودية ويد إذن الإسم الدال على التسخير وإذن الدلالة هل هي معجمية أو تركيبية أو استخدقية لدينا إذن الفراخ فراخ من فرخ وهو إذن استعمال أو تسخير معجمي ثم ثم جنينا إذن استقاقيا المكنسة الصغيرة تركيبيا قطيت استقاقيا والشبل إذن معجميا ونمر إلى التمرين الموالية إذن في هذه التطبيقات صغ من الأسماء التالية الإسم المصغر واذكر وزنه إذن قلم قليم على وزن فعيل على وزن فعيل ودف دفيف على وزن فعيل دائما وكوكب كويكب على وزن فعيل إذن دائما وعامل عوي عامل عويمل على وزن دائما إذن فعيعيل أخت أخية على وزن إذن فعيل أو فعيل إذن تصبح خاتم خويتم على وزن فعيل وكرة كرية على وزن فعيلة حدد المعنى الذي قصده المتكلم من استعمال التصغير في الجمال الموالية ابتعد يا كبد لألا يشويك اللهيب لا شوى الله كبد فيك يا عزيزة يا كليبة ويا عصفورة كليبة دن على وزن فعيل وهنا فيها معنى التحسر الغريب من دل عنوانه على الفتنة عقيب الفتنة عقيب فعيل تقريب زمان إلى متى الكسيرة هذا كلام التوحيدي أعتقد إلى متى الكسيرة اليابس والبقيلة كسيرة بقيلة على وزن فعيلة وهنا يعني المعنى الذي أفاد التصغير هو التحقير كنت قبيل الموت كنت إذن قبيل الموت أستعظم النوى والنوى هو الفراق فقد صارت الصغرة التي كانت العظمى قبيل فعيل وهنا إذن تقريب الزمان هذا إذن بالنسبة للتطبيقات إذن نلتقي إن شاء الله في درس لاحق والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة